اتحدث مع حضرتكم هنا عن محاولة للتنصيق بين الموقف التركي والموقف السعودي فيما يتعلق بحرق النسخة من المصحف الشريف على يد احد المتطرفين في العاصمة السويدية ستوك هولم برعاية من سلطات السويد هذا الخبر يعطي انطباع جيد لدى المتابعين بان هناك بالفعل تحركات تركية سعودية في محاولة لردع هؤلاء عن تكرار مثل هذه الوقاع الفاضحة لهم والتي تكشف عن عدم احترام للعقيدة امام حضرتكم تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع منظمة التعاون الاسلامي بشأن حرق القرآن في السويد بإذن الرحمن خلال الايام المقبلة سيكون هناك اجتماع هام لمنظمة التعاون الاسلامي في المملكة العربية السعودية هناك حرص شديد من قبل انقرة على تنصيق المواقف مع الرياض فيما يتعلق بهذه الواقع المشينة هناك محاولة ايضا لجعل اصوات المسلمين عالية وجعل هناك حالة من حالات الاحترام لدى السلطات في السويد لان هذه الواقعة تتكرر في الاوين الاخيرة بشكل لافت للنظر البداية في السويد يعني منذ سنوات لكن انا نلاحظ بانه في هذا العام رأينا في شهر يناير بالتحديد قيام المتطرف الدنماركي السويدي راسموس بلودان بحرق نسخة من المصحف الشريف امام السفارة التركية بالعاصمة السويدية وكان هناك حالة من حالات الغضب لدى الامة الاسلامية وتابعنا حتى الغاء للاجتماع الذي كان من المفترض عقده حينها وزير الدفاع التركي ووزير الدفاع السويدي من اجل بحث مسألة انضمام السويد لحلف الناتو ومع تلك الضغوطات ترجعت السويد عن هذه الافعال ورفضت منح كثير من التصاريح لهؤلاء المتطرفين من اجل حرق نسخ من المصحف الشريف لكن فجأ الجميع بان السويد الان تعود لهذه الافعال الدنيئة وتسمح لهذا المتطرف صاحب الاصول العراقية بحرق نسخة من المصحف ترجمة نانسي قنقر